رادم إزاي كل مرة شريف منصور وابنه ضحكوا عليكو ولو عدتوها دلوقتي حتفضلوا طول عمركم عبيد تحت رجليه شريف طول عمره بفرد رطه بالقوة وعايز يأكل قبل الكل والدنيا كانت ماشي اه افهم من كده ان الدنيا حتفضل ماشية رغم انهم تجاوزوا كل الحدود والله يا ادهم بيه لو حضرتك تقدر تمشي سوبي يا رطك واجيب لنا حوقنا كلنا موافقين انتخبك بتبقى انت البص لكن احنا عايزين طريقة تانية ترجح اقونا من غير باكفير انتو بتكلموا فيها جماعة اللي حصل ده اسمه نصب وسرق على ليه طول عمرك راجل محترم واحنا بنقدرك وبنحترمك وعارفين انت بتاعمل ايه برغم انك انت برا الموضوع لا انا مش برا الموضوع طالما في الشغلانة دي بالذات انا مش برا الموضوع في دليل ايضانة واضح ضد باهي عشان كده لازم تتحركوا فورا وما تقلقوش من اي حاجة انا دايما في ظهركم بابي انا خايفة مش متطمنة حاسة ان في حاجة غريبة بتحصل وموتك بقى واحش خالص انا سمعت ان باهي كان هنا وقابلك كان عايز ايه وازاي ما تدريش مفيش هو بس كان جاي بسمبل عشان الشغل ما تخديش منه اي حاجة ما تخليوش يكلمك تاني ولا انت تتكلمين اظن مفهوم واي حاجة تحصل بعد كده لازم تبلغيني في حاجة كتيرة بنتي انت متعرفيهاش انا لازم احافظ عليك وعلك انا فهماني حاضر يا بابي يا بابي